مرحبا بكم في قناة المستقبل قناة المستقبل هي عبارة عن قناة تتضمن العديد من الفيديوهات المتعلقة بمجال السكانات والقروض إذا كنتم الأشخاص المهتمين بهذا المجال رجاءً اشترك في القناة وفعل جرس إشعارات ليصلك كل جديد للقناة إذا حبيت الفيديوهات اليوم ما تنساش ترجم الفيديوهات وتبرتجيها مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص اللي تعم الفائدة ما تنسوش تدعمونا على قناتنا الثانية وتشتركوا فيها قناة القانون إذن الفيديوهات اليوم تتعلق بأشياء لازمك تكون عارفها قبل ما تتوقع على عقد البيع بالإيجار في سكانات عدل كان واحد النقاط راي فيها إشكالات في العقود بالنسبة لبعض العقود ما شيء كامل بعض العقود المحررة من طرف المواتيقين وش نية هالنقاط النقطة الأولى تتعلق بثمن البيع بعض العقود تتضمن أنه ثمن البيع قابل للمراجعة هذا يعني أنه قادر مبعد الثمن النهائيين يقولوا لك زيد في المبلغ اللي رايحت تخلص فيه هذه النقطة لازم تنتبه لها نقطة الثانية النقطة الثانية تتعلق بلا مينتونانس الأعبئ اللي تخلصوهم تتعلق بلا مينتونانس تعال باري اخزم بلا مينتونانس تعال اسنسور أو تعال نتوايا جو غيرها. هاد الاعباء ثاني رهم ذاكرين هم في العقود انتع السكانات عدل. لكن النقطة اللي تتير اشكال انك ملزم باش تسدد هادوك المبالغ حتى ولو كان ما تكونش كاينة لامنتنانس ما تكونش كاينة بمعنى ما را مسكدوش لاسانسور ولا ما كانش ينفاهم دميناج ولا غيرها ولا ما قامتش بالمهام انتحها. اذا هدي هي النقطة الثانية.